بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على الثريشللس وهي الثريشللس. الثريشللس هو عبارة عن لميت او عتبة معينة او حد معين. عايز اقول للبرنامج لو في برامتر معين انا بعمله مونيتور او برقبه. البرامتر ده لو عدى لميتس معينة اديني انزار. حطيلي الموضوع ده انه هو مشكلة بالنسبة لي. فبقول الكلام ده البرنامج من خلال مثلا ممكن اقول له ان لو كان ما بين زيرو ومية مسلا مفيش مشكلة. لكن لو بره ده يعني لو اقل من زيرو او اكبر من مية اديني انديكيشن على الموضوع ده. حطيلي ان الموضوع ده اشمي. ممكن اشتغل على ال سي بي اي. ممكن اقول له لو اقل من واحد مسلا اديني انديكيشن. بيجي ازاي الموضوع ده? خلينا نشتغل على موضوع ال سي بي اي مسلا. هاجي هطلع الكولوم بتاع ال سي بي اي من ال ارنت فاليو. كوست بيرفورمانس انديكس. خلينا نقبطه في الاخر. وهقول له اوكي. هلاقي هنا السي بي اي بدأ يظهر عندي في بعض الانشطة الابديتد. هلاقيه بوين ستة سبعة وزيرو. وعمل لهم على بوينت ستة سبعة في ال بي اس بتاع الارث وورك. في الكونكريت هنا تسعة عشر بوينت تسعة ستة زيرو. عمل لهم على بوينت تسعة تمانية على مستوى ال ال الاسمه وعلى مستوى ال ال اللي هو حداتها بوينت سعة تمانية على مستوى المشروع بالكامل حداتها وان بوينتو ايت. طبعا عارفين ان بيتحسب من اه على الاكشوال كوست. طيب نبدأ ان احنا نحط من الايكون ده. هضغط على الايكون خاص به وهتزهر الشاشة دي وهروح ادوس علامة او هيزهر لي واحد من هبدأ ان انا اغير في محتوى اقدر ان انا اشتغل من او اشتغل من خلينا من هيجي هنا وهقول له ان هو نوع من الانواع دي وهختار مثلا كوست بيرفورمانس اندكس اللي انا عايز ارقبه. طيب يقول لي هيشتغل الكلام ده على انهي دابلو بي اس. هل على جزء صغير بس من المشروع ولا على المشروع بالكامل? هختار على المشروع بالكامل. اعلى دابلو بي اس موجود عندي. هل ده انيبل ولا ديسيبل? لو انا عايز اوقف عملية المونيتور هختار انيبل. لو انا عايز يفضل شغال هختار انابول. اه هنا هبدأ بقى احدد الليمتس بتاعت هنقول مسلا ان من اول تسعة مسلا لحد رقم كبير مسلا اربعة. دي كده مقبولة. الحدود دي مقبولة. برا الحدود دي اقل من تسعة مش مقبول. واكبر من اربعة. فطبعا مش غالبا مش هبقى في حاجة اكبر من اربعة لان اربعة تعبر عن ربع التكلفة. طيب. هنا ممكن ان انا ايه? ادي بعض الديتيلز. دي تيل تو منيتور. هل عايز اعمل على مستوى الو بي اس بس? ولا كمان الاكتيفتي فاقول له كمان الاكتيفتي معي. انابول وديسيبل شفناها. البيوريتي لو عايز اغيرها. هنا الديتيلز. اه بقى هنا فروم ديت تو ديت. على حسب الاكتيفتي او على حسب البرامتر اللي انا بعمله منيتور. لو انا بعمل منيتور مثلا للفاريانس الانحراف. عايز اشوف التأخرات في كل الانشطة. فهعمل على كل المشروع. اشوف كل الانشطة المشروع متأخرها قدي. لكن لو انا بعمل على حاجة زي هنا. ما ينفعش اقول له كل المشروع وإلا هيطلع لي بيانات خاطئة. ليه? لان الانشطة اللي لسه ما بدأتش. بيجي نبص كده على الانشطة اللي ما بدأتش. اللي هي بعد الديتا ديت. اللي ما عاد بداقتها. بعد الديتا ديت. هلاقي كلها بتاعها بزيرو. فالتريشولد هينطبق عليها لان هي اقل من بوينت تسعة. اقل من بوينت ناين. الزيرو اقل من بوينت ناين. فهيقول لي ان فيه اشيو عندك في الانشطة دي. على حين ان هي اساسا ده مش اشيو. ده هي الانشطة. مجرد ان هي عشان ما بدأتش. فشيء طبيعي ان بتاعتها زيرو. فبالتالي السي بي اي بتاعها زيرو. فهندجع عليه التريشولد. وهنقول له متشتغلش على كل المشروع. على الزمن بتاع المشروع كله. لابدأ من البروجيكت ستارت. لغاية الداتا ديت. طبعا ممكن احدد بالتاريخ الايام اللي انا عايزها لو قلت له كاستام ديت. طيب هنا في الجزء بتاع التريشولد ايشوز. بعد ما عمل عملية المونيتور هيزهر لي ايه هي الاشيوز اللي موجودة عندي. الاشيوز هتبقى نتيجة ان هو عمل مونيتور على التريشولد ده. ولقى بعض الاكتيبيتز او لقى بعض المشاكل في الاكتيبيتز. فهيزهرها لي في الشاشة دي. او هيزهرها لي في شاشة الاشيوز يعني اقدر اوصلها من هنا او من هنا. زي ما هنشوف بعد شوية. طيب نبدأ نعمل عملية المونيتور. لو انا عندي اكتر من تريشولد ده انا اعطيتهم مثلا وكنت موصفهم كل واحد عبارة عن ايه. هاجي عشان اعمل مونيتور للتريشولد. المفروض بيبقى فيه ايكون هنا للتريشولد. لو كده لو مش ظاهر هنطلعهم ان انا اقول له اد واختار مونيتور سليكتد تريشولد. او ظهر الايكون عندي. هاجي اختار اللي انا عايزه سواء واحد او اتنين او تلاتة زي ما انا عايز واضغط على مونيتور سليكتد تريشولد. هيعمل مونيتور اللي بس اللي انا مختارهم. او ان انا اوصل لتولز ومنها اختار مونيتور تريشولد. ساعتها هيعمل لكل التريشولد اللي عندي. وساعتها برضو ممكن انا اختار اختار من الى بحيث ان هو ينطبق عليه عملية ديت. عشان يرائب لكل التريشولد بتواريخ جديدة. طيب. هبدأ انا اعمل دليت لدول عشان مش محتاجينهم. وهقول له اعمل عملية المونيتور. هل تريد ان تريد ان تريد ان تريد سيقول له ايس. هيقول لي ثري نيو اشيوز فور دي سيلكتد تريشولز وير جنريتد. اقول له اوكي. وهروح لشاشة الديتيلز. هلاقيهم موجودين هنا. لو روحت عند الاشيوز من الايكون ده. هلاقيهم برضو هم هم موجودين. طيب ايه الاشيوز اللي زهرتني? خلينا بس نعدل الكولومز هنا عشان لبقى الموضوع واضح. نطلع الاكتيبيتي نيم على اقل يعني. وخليه فوق. الو بي اس مش محتاجينه. الستيطاس مش محتاجينها بس خليها ماشي. هلاقي ان في الاكتيبيتي اللي اسمه اكسكيفيشن موجود عندي اشيو بيقول ان الاكتيبيتي اي الف اللي هو اسم الاكتيبيتي اكسكيفيشن. الاكتيبيتي بتاع الباكفيلنج موجود في ان البيض بزيرو. طالما البيض بزيرو وهو قبل الديتا ديت يبقى كان المفروض يبدأ وحتى الان لسه ما بدأش. الان فلو زيرو فهيبقى نفس الشيء. ارنز فاليو مافيش. فبالتالي مافيش بزيرو. وهو قبل الديتا ديت فكان المفروض يكون بدأ وما بدأش. وهنا هلاقي في الديتيلز هو عرض لي في جنرال الاول اعرض لي الاشيو نيم. المانجر على حسب طبعا هو في اي WBS. Tracking layout اللي ظاهر فيه. ممكن ان انا غير layout معين. الdate identified امتى? حصل له identify الdate. طبعا السكتول بتاعي كان بتاريخ 26 اوغاست. فهو البرنامج فاهمة ان اليوم 26 اوغاست. identified by العملية المونتور. status open priority. وهنا resolution date. لو انا حلت الاشيو ده ببدأ ان انا اسجل انا حلته امتى? وساعتها هبقى اقفل طبعا الاشيو واخليه closed. الديتيلز هنا هو بيبين لي الاشيو ده مرتبط مع ايه? مرتبط طبعا مع الثريشولد اللي كاريتنا من شوية بتاعة cbi اللي كانت اللاور الثريشولد بتاعه كزا والقبر كزا والاكشوال فاليو اللي هو لقاها طبعا هنا هتبقى point 7 اهي. الاكشوال point 7. ومربوط على انهي WBS والاكتيبيتي اي دي كان ايه? وابلاي توسورسز وهكزا. وبكده نبقى تعرفنا على الجزء بتاع الثريشولز والاشيوز.